بريطانيا كان عندها استراتيجية خبيثة لفرض وصايتها على زنجبار وكان شرطهم للقبول بأي حاكم بأنه يكون مطيع وما يكثر كلام ولا يعارض قرارات القنصر البريطاني وأي شخص ما يمشي على هذا التوجه يمنعوه من الحكم ويحجموه أو حتى تخلصوا منه بأي طريقة زي ما صار مع الأمير خالد بن برغش اللي دخل مع بريطانيا في حرب انعرفت بأنها أقصر حرب في التاريخ وبسببه صار فيه أزمة بين بريطانيا وألمانيا أنا عاصم الغاندي وهذا المدوان عن الأمير خالد بن برغش العمانيين اتناوبوا على حكم زنجبار من نهاية القرن السابع عشر وجلسوا سنوات طويلة في هذه الجزيرة الأفريقية المطلة على المحيط الهندي وما خرجوا منها إلا عام 1964 وتكلمنا عن هذه الحقبة لحلقة مذبحة في زنجبار وقت حكم العرب لزنجبار واحد من حكام هذيك الفترة هو السلطان برغش بن سعيد من آل بوسعيد سلاطين زنجبار وحيال عم حكم عمان السلطان برغش جاله ولد في 1874 سماه خالد وكان يجهزوا أنه استلم الحكم من بعده علاقة السلطان برغش مع بريطانيا هذاك الوقت كانت متوترة ومعقدة وواجه ضغوط كبيرة من الإنجليز اللي كانوا يبغوا يعززوا نفوذهم في المنطقة برغش حاول يقاوم التدخل الإنجليزي ورفض أنه يسمح لهم يسويوا شرطة جديدة تحت النفوذ البريطاني بس التهديات الاقتصادية والأمنية اللي واجهتها زنجبار ما خلته يكمل في استقلاله واضطر في النهاية أنه يتنازل عن بعض الصلاحيات ويوافق على شروط البريطاني ومات في 1888 بعد ما مرض بداء السل لما ما تبرغش كان ولده خالد عمره 14 سنة وعشانه لسه صغير فاستبعد من الخلافة وتنصب عمه خليفة سلطان الزنجبار علاقة خالد بخليفة كانت ممتازة بس العم خليفة ما طول في المنصب ومات بعد ما استلم الحكم بسنتين وعمره بس 36 سنة في ناس يقولوا جاتوا ضربة شمس وأشخاص ثانين يقولوا أن السبب ممعروف بعدها راح القنصر البريطاني آيان سميث يرتب استلام الحكم لأخوه علي بن زعيد بريطاني كان عندها هدف من إيصال علي تحديدا للحكم لأنه أول شيء سوا السلطان الجديد كان أنه وافق على إعلان زنجبار محمية بريطانية عام 1890 وكمان وافق على تعييم مدراء إنجليز في كثير من مؤسسات الحكومية وقدم تنازلات ثانية خلت بعض عرب دنجبار يصفوه بأنه موظف عند البريطاني والسلطان علي كان يعاني من مرض عضال ما خلاه يطول في الحكم ومات كمان بعد ثلاثة سنوات من تولي السلطانة وهو فعز شبابه لما مات السلطان علي كان عمر الأمير خالد بن برغش 19 سنة فحاول أنه ينصب نفسه سلطان وما كان فيه مرشحين غيره إلا ثنين من عيالهم اللي أباءهم أصلا ما وصلوا للحكم عشان كذا كان خالد يعتبر نفسه أنه هو الأحق بالمنصب وما كانوا يبغوا يوصل للحكم ويبغوا واحد سهل يعطيهم تنازلات مجانية وكانوا متأكدين أنه خالد مهو هذا الشخص والسبب هو تقريب سري كتبوا القنصل البريطاني الجديد لزنجبار جيرالد بورتن قال فيه أنه خالد متطرف في كبرياؤو ومعادي للمدنية الأوروبية والأخطر من كذا والكلام لسه للقنصل أنه تصعب السيطرة عليه وحذر في التقرير أنه شخص زي خالد ممكن يرجع هيبة سلطاني زنجبار وهذا اللي كانت بريطانيا خايفة منه طبعاً تهم الإنجليز والغرب ما اختلفت من هذيك الأيام إلى يوم منها هذا تتردد بنفس الصيغة في بعض وسائل الإعلام لوصف أبطال المقاومة الفلسطينية متطرفين تصعب السيطرة عليهم وغيرها من الأوصاف نرجع لقصتنا الأمير خالد سمع بوفاة عمه من هنا وراح على القصر من هناك وسيطر عليه تمهيداً لإعلان نفسه سلطان جديد لزنجبار البريطانيين انجنوا واعتبروا هذا الشي تحدي لهم فراح القنصل البريطاني الجديد رينالد رود مع قوات البحرية البريطانية واقتحموا القصر وقتها جاء عدد من زعماء العرب في زنجبار ونصح الأمير خالد أنه يخرج من القصر وقالوا له ترى المواجهة مع البريطانيين ما رح تكون في صالحك وفعلاً سمع كلامهم وخرج بهدوء والإنجليز تركوه بس وقتها تأكدوا أنه كلام القنصل صح وأنه خالد هذا واحد مو سهل ويمكن يلعب في حسبتهم فراحوا على طول لواحد من أولاد أمه اسمه حمد منثويني قالوا له اسمع يا حمد ليش رايك نحطك مكان خالد بس عندنا شروط قال له مش الشروط قال له شوف يا طبيل عمر نبغاك تقسم بالولاء للملكة وتسمع كلام القنصل البريطاني إذا أشرع عليك بعي رأيي تقول له أوكيه وطلبوا منه أنه الإدارة المالية لزنجبار تكون تحت إشراف بريطاني والله فكر حمد في الموضوع بعدين وافق على شروطهم وفعلاً لأن الولاء هذا خلى بعض المؤرخين يصفوا حمد منثويني بأنه كان دمية في يد الإنجليز ومع كذا خالد كان فطين وما عادة وحافظ على علاقة طيبة مع ولد عمه السلطان الجديد حمد منثويني اللي كان يجلس خالد دائماً جنبه في كثير من الاجتماعات والصحة السلطان حمد كمان ادهورت وزي السلاطين اللي قبله مات بشكل مفاجئ وبكذا صار ثالث سلطان لزنجبار يموت خلال ستة سنوات وزي ما لاحظتوا كل ما يجي حاكم جديد للزنجبار يجلس له كم سنة ويموت فهل تتوقعوا أنه الإنجليز كانوا قاصدين يجيبوا ناس عندهم مشاكل صحية عشان تسهلوا السيطرة على زنجبار المهم بعد وفاة حمد منثويني كانت الأمور واضحة ما في غير خالد والثالثة ثابت على قولتهم أول مرة قالوا صغير والثانية قنعوا ويطلع بهدوء والثالثة خلاص ما في أعذار خصوصا أنه عمره الآن صار 22 سنة والله راح خالد للقصر وأعلن نفسه سلطان مباشرة خصوصا أنه أنصاروا صاروا فوق الألفين بين مقاتل وحراس القصر وسكان زنجبار اللي شالوا سلاحهم وراحوا للقصر عشان فزعوا له ضد تسلط الإنجليز اللي كانوا يعتبروهم أنهم يحابوا الهنود ضد العرب في زنجبار وقتها جاء قنص الجديد اسمه بازل كيف بازل شاف الوضع صعب والناس متوحدين مع خالد فقل له اسمعي خالد ترسالفة أنك تجي كذا وتعلن نفسك سلطان وعلى هداعي وفيها تصعيد قالوا خالد طيب إيش قصدك قالوا يعني حتبانك أنك مسوي ثورة على حكومة طويلة الأمور وهذا الشي مفصال حك فأنصحك أنك تتنازل وخلينا نختار مين يحكم ويقدر ما دخلك شر بس خالد قال له توكل على الله يا بازل وما لك علاقة في الموضوع وتمسك خالد برأيه وما نسحب من القصر طبعا خالد كان عارف أنه لو سلم نفسه للإنجليز كان راح يمفوز جنوب بومبي في الهند زي ما كانوا يسووا مع كل الأمراء البوسعيدين اللي يزعجوه المهم البريطانيين أعطوا يومين عشان نسهل لكنه كان متمسك بموقفه وبعدها جاتهم فكرة خبيثة قرر يوجه مدافع السفن الحربية البريطانية في الميناء على القصر وكان عددها وقتها خمسة سفن والله بازل أعطى الإشارة للسفن بقصف القصر في يوم 27 أغسطس عام 1896 وفي نفس الوقت أعطى الأوامر لجنوده إنهم منتشروا على مداخل العاصمة في زنجبار عشان يمسكوا السلطان خالد لو حاول إحرام وبعد 38 دقيقة تقريبا قدرت البحرية البريطانية إنها تدمر كل المدافع اللي كانت في القصر ودمرت كمال أبنية القصر ووصل عدد الضحايا لخمسمية بين قتيل وجريح كل هذا فأقل من ساعة لا ثلث وهذا الشي خلى هذه الحرب تنعرف بأقصر حرب في التاريخ اللي نجحت فيها القوات البريطانية بإغراق السفن والمراكب اللي حاولت تساند السلطان خالد وفي هذه الحرب ما خسر الإنجليز ولا مقاتل وكان واضح إنه خالد ما كانت عنده الخبرة العسكرية الكافية اللي تخليه يوقف وجه بريطانيا خصوصاً إنه كان عنده عدد معقول من المقاتلين اللي يقدر يستفيد منهم في حرب استنزاف طويلة الأمد ضد الإنجليز في زنجبار بدل ما يواجههم بشكل مباشر المهم بعد هذه الحرب اقتحمت القوات البريطانية القصر بسهولة بس خالد مو بسيط قدر يهرب على حصانه وما راح خارج المدينة زي ما كان الإنجليز متوقعين لا راح للقنصلية الألمانية في زنجبار اللي وافقت إنها تستقبل وتحميه وما رضي يسلموا للإنجليز طبعاً وقتها كان فيه تنافس بين ألمانيا وبريطانيا على تقاسم النفوذ في شرب أفريقيا وبريطانيا زعلت مفزعة ألمانيا لخالد كانت تعتبر وجود شخصية زيه في زنجبار مصدر خطر كبير لأنهم عارفين أنه الناس تجمعوا حوله بسهولة وأصدروا تعليمات باعتقاله أول ما يحاول يخرج من القنصلية وصادروا أسلحة كل اللي معاه وفرضوا غرامات كبيرة على أنصاره وكمان قبضوا على العدد منهم خالد جلس في القنصلية لمدة شهر تقريباً وفي يوم 2 أكتوبر من نفس السنة وصلت سفينة حربية ألمانية لسواحل زنجبار ووصوله يوم 2 أكتوبر ترى ما كان عشوائي الألمان كانوا عارفين أنه مد البحر هذا اليوم حيكون عالي وفعلاً المويع رفعت السفينة ودفتها إلى ما وصلت لطرف حديقة القنصلية على الشاضر فريك فيها خالد بنبرغش بسرعة قبل ما ينتبهوله البريطانيين اللي كانوا مقهورين وهم يشوفوه يهرب قدام عينهم بس ما يقدروا يسوي شيء طبعاً خالد ما راح ألماني استفينة ودته على دار السلام اللي تبعد 65 كيلو من زنجبار وكانت تابع الألمانيا هذك الوقت وقعد خالد هناك سنوات طويلة ومعزز مكرم وكان رافع علم زنجبار الأحمر والأخضر فوق بيته وبريطانيا بالها مشغول وتحس بتهديد وأنه ممكن يجي يوم ويرجع فيه خالد للزنجبار ويقود ثورة ضدها إليه ما جاء عام 1914 واندلعت الحرب العالمية الأولى وانهزمت جيوش ألمانيا قدام بريطانيا اللي استولت على مدينة دار السلام عام 1917 طبعا إش أول شي سووا الإنجليز بعد ما استولوا على دار السلام القبض على خالد بن برغش بعد 21 سنة من هروبه تعرفوا فين وده؟ وده على جزيرة سينت هيلينة هذه جزيرة تابعة لبريطانيا في وسط المحيط الأطلسي وتكلمنا عنها بالتفصيل في حلقة خليجي يوم واعتقلون في جزيرة في سينت هيلينة قضى خالد أربع سنوات عانى فيها من تعب شديد وشاب شعره واتطرقتوا برسائل استرحام للإنجليز عشان يقضي آخر أيامه في زنجبار وحتى في دار السلام وقل لهم أنه مستعد ما يطالب بالعرش الإنجليز بعد من دوافقه بس ما رجعوا على زنجبار لا ودهوا على جزيرة سيشل اللي تعتبر أقرب وبعدها على منباسها في كينيا اللي قاعد فيها إلي ما توفى عام 1927 في النهاية خلوني أسألكم كيف شفتوا تعامل بريطانيا مع زنجبار وحكامها؟ وهل برأيكم في تشابه بين الطريقة اللي تصرف فيها الإنجليز في زنجبار وبين تعامل للقوة الغربية مع الدول الإسلامية اليوم لا تحرمونا من أراءكم في التعليقات إذا عجبتكم الحلقة فلا تنسوا تشتركوا في القناة